على مداري نحو خمسين يوماً احتضنا مهرجان العالمين في نسختي الثانية فعليات متنوعة ثقافية ورياضية وترفيهية وفنية وتمكن المهرجان من تحقيق نجاحات تحت إشراف وتنظيم الشركة المتحدة للخدمات الأعلامية العالم في العالمين ليس شعاراً فقط وإنما واقع عكسه الإقبال الضخم من كل حدب وصوب على المدينة الساحلية درة البحر المتوسط التي تحولت بإرادة مصرية من حقل ألغام إلى ملتقى يجمع زعماء وكبار النجوم تحت مزلة القوى الناعمة على تلك البقعة الساحرة من ساحل البحر المتوسط حيث تمتزج المياه الزرقاء الصافية بالرمال البيضاء التي جعلت منها قبلة سياحية ترفيهية بامتياز وسط أجواء استثنائية يختلط فيها الفن بالثقافة والرياضة والترفيه بالسياحة على مدار نحو خمسين يوماً احتضن مهرجان العالمين في نسخته الثانية فعاليات في البر والبحر والجو وفي إطار الاستعدادات لاستضافة مدينة العالمين الجديدة معرض مصر الدولي للطيران والفضاء قدم أبطال القوات الجوية عدداً من الاستهراضات بطرازات مختلفة شكلت لوحة فنية في سماء العالمين وبمشاركة جنسيات مختلفة شهدت شواتو العالمين تنظيم بطولات عدة كبطولة الأضياء التي ضمت أربعة وعشرين مقاتلاً من ثماني جنسيات بالإضافة إلى عرض بطولة الحريف الخاصة بالأطفال تحت سنة خمسة عشر عاماً والبطولة العربية للجودو بمشاركة خمسمائة لاعب ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم واستلة ورياضة البدل وتنظيم أكبر رليل السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط ولدعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل تم تنظيم مهرجان بايز بايزسي وهو حدث ضخم لأفضل التها في مصر تحت إشراف وتنظيم الشركة المتحدة للخدمات الأعلامية حققت فعاليات مهرجان العالمين نجاحاً وإقبالاً ضخماً وجاء رفع العالم الفلسطيني بجانب العالم المصري ليصبح رمزاً يعبر عن رسالة مهرجان العالمين للعالم تضامناً مع القضية الفلسطينية مع تقصيص 60% من أرباح المهرجان هذا العام لصالح أشقائنا في فلسطين هذه النجاحات السياحية لمدينة العالمين سمارة استراتيجية مدروسة وضعتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تهدف إلى تصليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي من خلال مدينة متكاملة الخدمات وإحدى مدن الجيل الرابع المتاحة طوال العام لكل المصريين والعالم أجمع